أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول السنوي أهلاً بكم في جلسة جديدة من جلسات البس المباشر لمادة اللغة الإنجليزية والنهاردة إن شاء الله هنكامل معاك ويونت 5 We are going to complete unit 5 part 2 So we are going to discuss the grammar part And today our presenters are Mr. Mohamed El-Gendi from Qalinda Qahliya And Mrs. Sabah El-Balkini from Alexandria And this is me Ghada Al-Atrouni from Qaliubaya So welcome you all to our new session part 2 unit 5 In this session we are going to deal with grammar, future forms, treasure island, your story, and vocabulary And finally we are take a quiz So we would like to congratulate you all إحنا عايزين نهنيكم كده ونحتفل معكم بالنجاح الطلبة اللي جابت في الكوز اللي فات في السيشن اللي فاتت So we would like to announce your names عايزين كده نعلن عن أسماءكم ونقول ألف مظلوط زي ما عودناكم دايما طلبة المكتهدين معنا إحنا بنقدرهم برضو بشهادات التأدير دي وعلى فكرة الكوز التاني اللي انتوا دخلتوا عليه في ناس برضو وده جابت الدرجات النهائية فيه ولكن في ناس مش كد بأساميهم يعني كوز بتاع الفكاد لو كان الماتشينج في ناس جابت درجات فيه نهائية برضو خملك الشلطة ضعيب So we would like to say congratulations to عبد الرحمن مجاهد سالم Thank you عبد الرحمن You did it You are so great You are very excellent We would like to say Thank you شاهد عايش شاهد 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 Well done You did a great job كمان عندنا حنين عز الدين ونقول لها congratulations ونطلبة دايما مشتركة معنا ويحفظ على تفوقهم ودي طبعا حاجة بسيطة نقدر بيهم مجهودهم ونشكركم thank you very much and we have also أحمد محمود حسن excellent أحمد you are an excellent student so keep going and go ahead we have also أحمد هاني عبد العزيز we would like to say congratulations to you أحمد هاني عبد العزيز معنا مين تانية مستر محمد عندنا كمان بسانت غريب عبدو well done بسانت go on karen ayman congratulations to you karen excellent and we have farad إحنا عايزين نسأل فارد بس نطلب منه ان هو يكتب اسمه بالكامل عشان نقدر نكتب لك الشهادة وتكون يعني اسمك بالكامل يا فارد but we are happy that you are with us thank you thank you for it okay we are going إن شاء الله to start with grammar ويزن قالينا مستر محمد grammar بتاعنا النهاردة future forms عندنا أشكال مختلفة لل future يلا بينا كده نشوف درس grammar بتاعنا طبعا إحنا النهاردة إن شاء الله هندرس لأولاد future forms أشكال مختلفة لل future إحنا عارفين طبعا إيه كلمات الممكن تكون بتدول على future ممكن أقول tomorrow next week next year in the future soon لما بيستخدم الكلمات دي هل فيه تنس واحد بس اللي بيستخدمه لا فيه أكتر من تنس قدر استخدمه عشان عبر بيه عن future أول تنس معنا اللي هو future sample إن احنا نستخدم طبعا وفي النجاتيف حيبقى بدل ما قول حتبقى وانت يبقى النجاتيف بتاع وانت وفي برضو حسأل يعني بدل ما أقول هيا وانا بسأل سؤال طب إمه بقى احنا بنستخدم الفيوتر سامبل اللي هو قويل والفيرب استخدمها إمثال طبعا من الصباح بقى بالنسبة دي من الأزمينة السهلة جدا لكل الطلاب عرفينها لكن المهم دلوقتي بالنسبة لكم التفكيز على الاستخدامات بتاعت كل نوع من أنواع الفيوتر نركز كويس قوي لاستخدامات عشان نقدر نفرق بينهم ونقدر نجاوب اجابات صحيحة في الضرب الصباح كده نستر محمد إحنا بقى إيه استخدمات الفيوتر سامبل اللي هو إمتى أنا أستخدم ويل والفيرب اول حاجة طبعا عندنا إن إحنا بنستخدم ويل والفيرب لما نكون عايزين نعبر عن إيه تنبؤ إن أنا بتنبؤ بحاجة وزود بدون ما يكون عندي أي دليل على الحاجة دي أوكي دي هادي فيوتر سامبل وهو زي ما قال لنا مستر محمد أهم حاجة استخدماته إيه استخدماته بقى أول حاجة عندنا كويك دي سجن لما كون بتتخذ قرار سريع وحنشوف الإجزامبل إزاي يعني إيه كويك دي سجن بس خلينا نعددهم الأول إيه هي الاستخدمات ميكين برامس كون بدي لحد وعن أو بطلب منه طلب استخدم بردو وميكين بريدكشن بريدكشن إن أنا بتنبأ بدون أي دليل عن حاجة تحصل وكمان فيوتر فات يبقى لازم أنا أكون حطت في دماغي الستة حاجات دولة إن أي حالة من دي هتستخدم فيها قوي طب تعال نشوف كده إزاي بقى في الجمل كده أو الحاجة كويك اقول لك مثلا look at this jacket I will buy it يبقى أنا هنا مفيش حاجة كنت مقررها قبل كده ده هو حاجة وليدة اللحظة كده أنا بقول لك بص عن جاكت ده عجبني قوي I will buy it يبقى دا quick decision ممكن أقول لك مثلا what would you like to eat فتقول لي I will have a burger sandwich يبقى دا كده إيه حاجة وليدة اللحظة أو أقول لك مثلا the phone is ringing تقول لي I will answer يبقى دي حاجة وليدة اللحظة كده your friend is in hospital I will go and visit him خد بالك بقى ساعت هنا بيجيب لك في الجملة يقول لك your friend is in hospital يبقى أنت عايز يقول لك أنت لسه ما كنتش تعرف أنت لسه عارف دلوقتي فبتقول I will go طب لو أنت رديت وقلت I know أيو أنا عارف لا يبقى هنا مش هستخدم ولي هقول I'm going to visit him يبقى لو أنا عارف مسبقا وعندي مني أن أنا زوره هقول I'm going to visit him لكن أنا لسه خبر جديد علي وباخد فهقول I will go and visit him يبقى ده أول حاجة اللي هي the quick decision ثاني حاجة making a promise لما يكون بوعد حد أن أنا حامل حاجة أو أقول I will get you a present if you get full marks يبقى أنا هنا بوعد وجيب له هدية لو نجح أو لو جاب full mark I will get you a present أستخدم برضو هنا عشان ده promise I will buy you a mobile when you pass your final exam يبقى مع promise ثالث حاجة عندنا making أثرت لو أنا بهدد حد إنه لو عملت كده أنا حعقبك مثلا فأقول I will punish you next time أو مثلا I will punish you يبقى ده هنا threat يبقى كمان يعني الصباح ممكن نستخدم مع حالة F الحالة الأولى first conditional بالضبط كده if you do that I will punish you I will call the police أنا هنا بخوفك بهددك بقولك خلي بقى لك I will call the police يبقى هنا إيه برضو ده threat طيب تقول لنا مستر محمد request بقى اول offer فضل حضرتك making an offer or request يعني أنا إما بعمل طلب بطلب شيء من حد يبقى ممكن استخدم well أو بعرض حاجة على حد فلما قوله هنا I'll carry the bag for you يبقى أنا بعمل هنا offering help I'll go shopping with you if you like لو حد عنده difficult in his homework I'll help you with your homework في request will you help me with my homework يبقى هنا أنا بطلب المساعدة مش بعرض المساعدة will you help me with my homework will you open the door please إذا من الصباح جابت لنا offering request مع بعض كمان عندنا production without evidence هنا بتنبأ بدون أي دليل وفي من الكلمات بقى اللي بتدول على إن أنا بتنبأ بدون أي دليل دي كلمة I think لما قول I think or in my opinion or perhaps الكلمات كلها بتدل على إن أنا مجرد بعمل production بعمل تنبؤ I think the match will be exciting أنا مفيش هنا evidence مفيش دليل في الجملة أن المات هي يكون exciting ولا حاجة أنا بس ده توقعي I think the match will be exciting برضو هنا أنا ما عندي أي دليل ما هشوف ه بس أنا بقول يمكن هشوف ه فلما يكون في production أنا بستخدم تنبؤ بدون أي دليل بستخدم موال فضل نستاذ محمد ديت طبعا حقيقة ولكن هتحصل لسه في المستقبل يقول عنده 18 سنة الأسبوع الجاي فدي حقيقة في المستقبل لكن طبعا عندنا بعض الكلمات كمان اللي ممكن استخدمها في زي مثال التاني بيقول طبعا محمد هي كلمات اللي بتدل على إن دا يعني أنا لما بلاقي كلمات دي بتعتبر كي وير بالنسبة لي إن أنا أعرف إن دا هستخدم كلمات زي كلمات كمان عندنا مجموعة تانية من الكلمات لما بتشوفها برضو بعرف إن دا هستخدم وين لما أقول أنا بتوقع حاجة كل دا كلمات بتساعدني إن أنا لما بشوف ها بعرف إن دا هستخدم طالما ما فيش طالما ما فيش معاها دليل أقول مثلا فهنا بستخدم برضو معقول الكلمات دية طالما ما فيش طب نجرب بقى كده نشوف كده ونشوف على الحتة اللي فاتت اللي إحنا قلناها إحنا إمتى بنستخدم وين ونشوف الجمل اللي جاية Don't Don't worry I am sure You are seeing You are seeing Don't worry I'm sure them again soon You see You are seeing You will see You would see في عندنا الكلوز نخلي بالنا من الكلو الموجود في الجملة في كل جملة قلنا لما نيجي نحل في عندنا كلمة I am sure بالضبط كده I'm sure دي بتدل على أن أنا هستخدم future sample اللي هو إيه بقى اللي هو You will see عايزين لدفنهم هنا برضو من الصباح كمان أن في بعض التعبيرات اللي بتيجي مع future for prediction زي ما احنا قلنا في الجملة هنا I'm sure I think I believe I expect I predict probably and so on تمام عندنا زي ما ميز غدا بتقول هنا في جملة clue هنا بتدل على أن أنا هستخدم future sample اللي هو كلمة probably we probably have ice cream for dessert since it's so hot today يبقى أنا عندي كلمة probably هتخليني أستخدم إيه هتخليني أستخدم will يحد بيس أل هنا عن كلمة dessert dessert means something sweet we have after lunch when we have after meals يعني الحلوة أو الحاجة الحلوة اللي أنا باخدها بعد الحلوة أو التحلية اللي احنا باكلها بالظبط كي mother that's the phone يبقى أنا هنا بقول ل ماما الماما خدي بالك that's the phone that's the phone mother هتقول إيه بقى you أو انتي بتقول ل ماما I yes طيب يا ماما أنا هرد على التلفون I answer am answering would answer will answer طبعا ده باعتبر ايه باعتبر quick decision إن ماما بتقول التلفون بيرن فانا هقول لها I will answer يعني على طول هروح أرد على التلفون يبقى ده quick decision برضو بيقول will تاني حاجة بقى بنقارنها مع will اللي هو going to وطبعا going to ما ننساش إنه لازم يكون قبلها برب to يعني ما اختارش أبدا يا أولاد going to من غير ما يكون في قبلها برب to يعني نقول he is going to they are going to مفعش أبدا نجي لك اختيار وتختار going to من غير ما يكون قبلها برب to be طيب عايزين بقى نقارن going to ونركز قوي ايه الحاجات اللي ممكن ناخد فيها going to وغير الست حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم بتاخد وين أولا احنا طبعا عارفين إن going to لازم يكون وفي الquestion حتى البرد وفرد بي حاول are you going to أو is he going to فاين استخدماته بقى أهم حاجة استخدماته احنا هنستخدمه ازاي making plans لما كون بخطط لحاجة expressing intention ناوي على حاجة أنا ناوي أعمل حاجة intention اللي هي النية making decision الله طب دي هميز مش هتلغبطني مع التانية اللي هي quick decision لأ طبعا التانية كانت quick decision قرار سريع وليد اللحظة لكن هنا ده decision محتاج تفكير يعني أقول مثلا I decided I'm going to study abroad أنا قررت أنا حسافر أدرس برة يبقى ده مش موضوع بقى مش وليد اللحظة ده مش فوستان شفته عايزة اشتريه لا ده حاجة محتاجة غير quick decision تمام هنا بقى إذا كانت حاجة محتاجة مني القرار وتفكير ناوي على حاجة مثلا أنا بحاول شكرا نشتري موبايل فأقول I'm saving money I'm going to buy a mobile دي intention أنا عندي النية أو plan أن أنا بخطط لحاجة التلات حاجات دول مرتبطين ببعض plan أو intention أو decision أنا عندي النية فقررت فبخطط لحاجة اللي أنا عايز عنها تاني حاجة بقى وانقرن بينها وبنويل prediction with evidence هنا تنبؤ طب التانية كانت تنبؤ برضو بس التانية كانت without evidence كانت بدون دليل أما with evidence يعني هنا لازم يكون في دليل يعني حتى لو لقينا كلمات بتاعة I think I predict I expect وكده بس في معيها دليل فأنا هستخدم هنا going to تمام action about to happen تكون حاجة خلاص على وشك الحدوث يعني الدنيا خلاص بتادي التنقض فأقول it's going to rain يبقى خلاص حاجة على وشك اللي هي تحدوث أول حاجة plan نشوف كده example على plan يقول لك what do you plan to do tomorrow انت مخطط تعمل إيه بكرة كده I'm going to visit my uncle what are your plans for next week I'm going to travel to Aswan يبقى أنا هنا لما بيلاقي كل plan جبت a keyword بمزالي إننا عرف إننا حساب what I'm going to Father Mr. Mohamed intention what do you intend to do tomorrow I'm going to visit my grandfather يبقى هنا intend ناوي على شيء بس أنا مرتب برضو للشيء ده يبقى I am going to visit my grandfather تمام يعني مثلا هنا بلد تانية أو بتاع أنا محضر نفسي مجاهز مرتب إجراءات الصفر بتاعتي يبقى هنا في intention في نية بس في تأكيد على النية دي باي شيء أنا مجهز ومرتب له I'm going to visit my grandfather I'm going with evidence أنا هنا لما يكون عندي evidence بقى في دليل على حاجة ونشوف الجملة كده look at the dark clouds في dark clouds في حاجة أنا شايفاها بعنايا هي في dark clouds I think it's going to rain شايفين هنا يعني بالرغم إن في كلمة I think إلا إن إحنا استخدمنا going to طب ليه في I think استخدمنا going to عشان في evidence في كلمة dark clouds أنا شايف بعنايا في دليل لهم الدنيا حتى دارك clouds it's going to rain يبقى لازم يكون في evidence عشان استخدم going to my aunt is pregnant she's going to have a baby she's pregnant هنا في دليل إن هي she's going to have a baby تمام أنا شايف بعنايا إن هي she's going to have a baby decisions for decisions طبعا برضو بنستخدم future form going through to express decisions بدي قرار أو بعلم عن قرار أو شي أنا قررت what have you decided to do what have you decided to do so I say I'm going to visit my grandfather عادي ناخد بنا برضو من نقطة هنا أحيانا في بعض الجمل أو بتخداعنا شوية لما أقول I just decided I just decided to visit my grandfather ما قول just decided يعني أنا قررت في اللحظة so it will be a quick decision يعني أنا عايزة أقول هنا يوم الصباح لو أنا قلت I just decided I have just decided أنا لسه مقرر فده بالتالي بيكون قرار سريع ففي الحال التي بقول I will I will visit my grandfather لكن لما أنا قلت I have decided أنا قررت والقرار دا استقر في وقداني I have decided to do many things tomorrow so I am going to لأن هي في الحال التي هتكون like plans like intentions زي الخطة أو النية اللي أنا عايز أعملها في المستقبل okay تمام actions about to happen حاجة بقى على وشك الحدوث فأقول لك look out you are going to drop the plate أنا شايف الأطباق في إيدك كده خلاص هتقع فبقول لك look out انتبه you are going to drop the plate يبقى أنا شايف حاجة حتحصل خلاص حاجة على وشك ان هي تحصل فبحذرك بقول لك look out you are going to drop the plate نشوف بقى هنا الأسئلة ونطبق كده عن إحنا أخذنا إمسا إحنا بنحط going to نشوف الكيور اللي بتعبر عن will ولا going to إحنا عندنا هنا she an archaeologist when she leaves the university that's her plan عندي كلمة إيه هنا عندي كلمة plan is going to become she is going to be an archaeologist when she leaves the university that's her plan صباح عايزين نقول أن أنس جاو بإجابة صحيحة أنس سيد أنس كمام برافو أنس ونشوف الجملة التانية تانية تانية طبعا هنا عندنا إيه بقى عندنا أفدنس هو دي كنا لسا إلينا في ال example look at those clouds يبقى هقول إيه إحنا مغشش إنهال لكم أصلا دي بقى it's going to rain طبعا فيه clouds it's going to rain تالت تانية معنا اللي هو present continuous إمت بقى باستخدم present continuous عشان عبر بيه على future المفروض إن present continuous ده حاجة بتحصل حاليا تحصل دلوقتي حالا طب إمت باستخدم عشان عبر بيه على future باستخدم present continuous اللي هو تركيب إيه اللي هو أما وإذا وار بلاس في ربعين جي وفي النيجيتف هقول أما وإذا وار نوت بلاس آين جي وفي الكوستشن برضو هسأل are you أو is he والفرب آين جي طب إمت أنا أستخدم التركيبة دي كده لما يكون في ترتيبات في حاجة خطأ اكتملت كده وترتبت واخدنا فيها خطوات كده يعني أنا مثلا مثلا معايا مصغطة تمام صباح كميد فبرضو هنا كل حاجة ترتبت علشان حفلة الزفاف فخلاص هنا بقى مش هقول we are going to marry لا هقول we are getting married the present continuous ليه عشان كلمة arrange طب أنا لازم ألاقي كلمة arrange نفسها لأ أنا ممكن ألاقي حاجة من الحاجات اللي ترتبت يعني مثلا إن إحنا عظمنا الناس مثلا أو إن إحنا حاجة من ترتبات الصفر إن إحنا يبقى ممكن يجب لي كلمة arrange نفسها ممكن يجب لي حاجة من الحاجات اللي ترتبت لو لقيت كده يقول لي مثلا زي made an arrange يبقى هنا بيمكن يجبها لي مع النون بتاع arrange arrange وممكن كمان مستر محمد سعاد لي جبها لنا في صورة طيب خلينا نشوف الجملة دي مع بعض everything is arranged everything is arranged so طب لو أنا عندي كل حاجة is arranged before كل حاجة مترتبة يبقى أنا هستخدم هنا is flying flies would fly or fly طبعا هنا واضحة خالص إحنا لسا يدين if we say we have arranged to we have made arrangements لو قلت خطوة من خطوات يعني نوع من أنواع الترتيب للحادث اللي أنا بقوم بي ف in this case في الحالة دي هستخدم present continuous to express future meaning اللي أنا هاختار هنا is flying بالضبط is flying التنس اللي معانا الأخير بقى sample إزاي باستخدم present sample عشان عبر بيع future طبعا present sample زي ما إحنا عارفين إن الverb بياخد S إذا كان مع هي وشي وإي بقول مثلا start هتبقى starts ولو negative هقول طبعا بم في don't أو doesn't plus verb infinitive ولما اسأل برضو هاسأل do أو does طب إحنا إحنا إمتى بقى بنستخدم present sample عشان نعبر بيع الفيوتر لازم هنا حاجة تكون لها time table events on time table تكون أحداث موجودة في time table بتاعي موجودة في جدول أنا عارف مثلا الستيشن بتاعتنا النهاردة بتبدأ مثلا تسعة ونص هنا برضو my next train leaves أي حاجة لها جدول زمن زي train زي plane زي lesson أو lecture زي match أو فيلم أي حاجة لها معاية ثابت ومعروف هي بتبتدي إمتى وبتخلص إمتى فهنا حستخدمنا present sample أنا هنا بعبر عن future يعني أنا ممكن أقول my next train أو next لسه القطار ما جاش لسه ما صالش my next train leaves أو حتى أقول my train leaves at 730 tomorrow يعني بالرغم من موجود كلمة زي tomorrow أو next أو كده إلا أن أنا بستخدم present sample طب ليه بعمل كده عشان دي حاجة time table دي حاجة الليها ترتيب في جدول معروف نوعيدها يعني سواء أنا وصلت في معادي ولا لأ هو الترين حيطلع في معادي اللي هو seven thirds يعني مثلا ممكن كمان we we have an exam next week يبقى معادي هنترتب ومتحدد بس هو next week بس أنا استخدمت present sample we have بالضبط جيد سيد محمد أو أقول مثلا my exam starts at 9 tomorrow إنتحني بكرة يبدأ ساعة تسعة برغم إن هو لسه tomorrow بس أنا حقول my exam starts at 9 يبقى هو بيبدأ ساعة تسعة لإن هو في الجدول بتاعه كده أنا عارف إن هو بيبدأ تسعة كمان يام الصباح ممكن برضو نقول لهم إن في بعض الروابط اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده بتيجي مع طبعا كل الروابط اللي احنا اخذناها كل الروابط له قاعدته لكن هنا في مجموعة من الروابط ممكن نستخدمها مع زي مثلا after after I arrive home I'll take a rest ممكن نستخدم before before we leave the office I'll phone some clients يبقى في مجموعة من الروابط تمام طبعا أنا هعرف إزاي إذا كانت مثلا after دي أنا ممكن نستخدمها في أزمينة تانية هنلاقي جزء من من الروابط أو من الأفعال بتاعتنا الفعال الأول أو الفعال التاني موجودة عندنا يبقى لو داني بحط بحط دي إن هو بعد الرابط الزمنية اللي هي after before as soon as by the time الكلمات دي اللي مرتبطة في ذهن الطالب بالpost perfect أول ما يشوف after فعايز يحط post perfect على طول لو لقيت بعد الرابط الزمنية اللي مستر محمد ذكرها دي لو لقيت بعدها present sample أو present perfect يبقى الفرب التاني future زي مستر محمد قال لنا دلوقتي مثلا أقول after my father comes we will have lunch يبقى after هنا after my father comes يبقى لازم الفرب التاني from future after my father comes we will have lunch في سؤال هنا من الصباح من محمد جمال بيقول لو أنا قلت my train space at seven o'clock it is arranged before معاد القطر مترتب مسبقا يعني محطوط in a time table in a schedule فبالتالي فهو مترتب لي من قبل يعني محطوط في time table ففي الحالة دي برضو هستخدم present symbol don't be tricked by the word arranged ما تتخذاش بكلمة arranged يعني حاجة مترتبة يعني محطوطة في جدوى المواعيد مسبق فبالتالي it is present symbol with future meaning شكرا يا محمد على السؤال الجميل ده طبعا هو سؤال في خطعة فعلا يمسغاذ لأنه هو الطالب ممكن أول ما يلاقي arranged فيستخدم present continuous زي ما قالت لنا مسغاذة هو معاد القطار نفسه ده حاجة schedule أو tim table فقول the train arrives لكن لو أنا بأوصف فعلي أنا أنا المسافر مثلا arranged فقول I'm traveling on the nine clock train it's arranged يبدأ ترتيبي أنا إن أنا أقول I'm traveling أنا حسافر هنا أنا ممكن أقول I'm traveling دي حاجة time table فقول the train arrives نشوف هنا my train at 11 o'clock tomorrow طبعا دي بردو مثال واضح جدا my train يبقى حاختار present sample واخد بادي بقى هو طالما الـ subject بتاعي singular يبقى لازم منساش إن أنا حبت S يبقى لو كان هنا ده plural لو كان جمع كنت حاخد leave لكن ده singular my train لازم أقول leaves كده احنا خلصنا بسغادة الجرامر طيب تمام تعالوا كده let's have some vocab on the story treasure island these are very simple vocabulary كلمات سهلة جدا وبسيطة وأعتقد كلكم عرفينها because you are excellent you are studying hard you are working very hard and go ahead okay let's see them شباب بسألوا كتير على ازاي تيجي القصة في الامتحان منقول القصة تيجي على vocabular في جمل choice تمام يعني انت مهتم ماوي تهتم ماوي بيه vocabular دي اهم حاجة عندك بالنسبة تمام احنا 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 يعني we have collected some words احكينا نزغدا عايزيني افض بر شوية we have collected some words they are six words ست كلمات لكن تقدر تلعبهم او تتعامل مع الفكابة هنا باكتر من طريق باكتر من طريق ممتعة يعني تقدر تصور ويتشوف الميني تاكل كلمة او دفناشن بتاكل كلمة تقدر تعمل تشك تعمل تقدر تعمل ماتشين اوكي تقدر كمان لسن لسن لعي ورد 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 طيب هنعمل فلاش كورد ولا نعملها كجيم ولا ايه حتى تعالوا نعملها ماتشين كده من الصباح احنا بس نديهم فكرة عن الانواع الموجودة ازاي هي هي شوف تظهر بزاق اكتر من طريقة يعني ممكن هو يدي الكلمات هو تمام يكتب الكلمة ممكن ممكن اعمل تاست ممكن اعمل ماتشينج تمام نعم هنه فلاش كارد سرعة كده فلاش كارد بسرعة لأول فلاش كارد الاول نيل داون طبعا نحن هنه كلمة نيل داون كلمة نيل هنه معنا رقبة تنيل داون this is a verb so what is the definition of kneel down شايفين كده الصورة look at the picture means to go down on one or both of your knees in front of someone يعني تقدر انت يعني زي تركع كده in front of someone or something ممكن انت يعني تركع لحد او شخص it's a gesture of obedience يعني علامة من علامات الطاعة obedience loyalty if you want to express your loyalty لما انت عايز تعبر عن اخلاصك لشخص or respect okay let's see the next word the word dead dead click okay dead means not alive or no longer alive not alive or no longer alive another word spade spade it's a tool for digging very simple طاب طاب تعالوا ما بعد نشوف the definition with the picture yes it's a tool with a sharp edge used for digging next word طيب طيب تعالوا كده let's guess the word someone who influences others someone who influences others and guide them so he is a what do we call this person yes a leader a leader next word to travel on water to travel on water as the verb means sail to travel in water or sailing and it's also a noun it's the action to travel on water in a ship or in a boat and it is also a part of a ship the last word crazy crazy when you are angry of someone you say are you crazy are you crazy it means are you mad are you mad so it means mad or mentally ill you mean you mad or man ok thank you you miss sabah let's move on but I'll show you the part that's with us the other you can play with a flash card as matching as a spelling as you like whatever you like but you can do it can look , matching 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 are you going to have matching we need to do it matching we need to do it with this what we're going to do you are going to do it I want to do it make a mistake do it and we throw it and put it on وحطها عليها. يعني مثلا كلمة عندنا كريزي اهي مثلا كريزي هاخدها هنا احطها عند ماد. تمام? عندي مثلا سيل اهو هاخدها احطها عند الشيب دي. سيل. اوكي. ليدر. ليدر دي هاخدها وحطها عند الفيكتر بتاعتها اهي. طيب داد. هادي كلمة داد. فحاخدها هاخدها هنا. انتو سبيد. سبيد اللي هو اللي هو الجروح. اللي هو الجروح. حاجة بتستخدم للحفر. وادي كلمة نيل داون. فحطها مع الصورة بتاعتها. فطبعا انت ايه? وبتحفظ البكاب وانت بتتسلى كده وكأنها جيم بتلعبها. وفي حاجات تانية كمان بتعلمك. يعني هو هيقول لك ويقول لك بقى انت اكتب الكلمة دي. وبينطقها لك كمان. ممكن كمان ينطق لك الكلمة. فعندنا وعندنا 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 تست بيجيب لك الاسئلة بلا اشكال مختلفة. تمام يا مستر محمد? تمام ماشي. طيب انا بعتلكم. مستر محمد فضلت لكم. انا بعتلكم في الشات اللي هو الكوز اللي هنلعبه. ممكن كنا نلعبه لايف بس طبعا مفيش وقت. فانا بعدته ومعدت معاه الكود. ماشي هنخش على الموقع اللي انا بعدته وفيه كود هتكتبوه عشان تعملوا الكوز بتاعنا. بس قبل ما نعمل الكوز ده معانا الخمس دقايق نشوف فيها الفيديو دي وانسيب لكم الكوز بتعملوه. الفيديو ده هيبقى ملخص للمهاردة بالاستخدامات المختلفة. بسيط جدا تابعوا معاني. في الفيديو ده بيشرح لنا برضو بيأكد بيعمل انفسيس كده على اللي احنا قلناه. تابعوا معاني. بسيط جدا تابعوا معاني. هدا المحتوى بتاع البيدي. تابعوا معاني. تابعوا معاني. تابعوا معاني. تابعوا معاني. Like in structure With going to I am not going to plus infinitive He she it is not going to plus infinitive and so on There aren't you LEnnerner we will use when will we use well when we decide to do something at the moment Which is a quick decision Carrota. Yeah, what would you like to have soda or coffee? I will have coffee So I have decided just now And it's a quick decision We use will For what we think will happen in the future So it is production Without evidence I think she will come to my party I think it will rain tomorrow I'm not sure And so on The structure With will The affirmative With the negative form With the interrogative What is the whichever is Okay, all right You guys are on the morning Okay, all right And the first time Tomorrow Tomorrow But not in the evening Of the evening But it is not enough It is in the evening In the evening We get to know That we do We get to know of the evening We get to know هنا طبعا فيه Infidence في دليل أن هيها it's going to snow. إنها تبعا فيه للسنو. حان وقت كثيرًا. هل نتناولي تعد معايا؟ طبعا دا كويك دي سيجن انا عشان انا حشرة مياه دا كويك دي سيجن بستخدم هنا بعبر عن نيتي ان انا او دي خطتي او دي نيتي برضو دي بيتعبر عن نية او عن قرار طيب من الصباح تمام كده هم يكملوا الفيديو. طبعا احنا معنا كويز وانا بعت لهم زي ما قلت لكم كده بعت لكم ايه رابط الكويز والكوت بتاعه. وبرضو هيزهر عندي النتائج الناس اللي هتدخل يريد بتكتب الاسم عشان يبقى عندنا ايه الاسماء نقدر نعمل لكم بيها الشهادات بتاعتكم. تمام? نكتب الاسم بالكامل عشان فيه ناس بتزعر لما يكون اسمها مش موجود. فيه احمد محمود محمد. قال انا حليت الكويز وما ظهرش اسمي النهاردة. ياريت تتاكد ان انت اسمك مكتوب. زمايلك كلهم كالبين اسماءهم صح والسرتيفكت بتاعتهم ما هم. they are on the screen زي ما انت شايف. وان شاء الله we will congratulate you next session. ان شاء الله هنهنيك. نقول لك الف مبروك في الساشن اللي جاية. الف شكر يا احمد على. ان شاء الله ونشوفكم على خير يوم الخميس. ما تنسوش معدنا ساعة سبعة ان شاء الله يوم الخميس. مع حيثة مراجعة. هنبدأ ان شاء الله مراجعة عشان نمتحان التجريب. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم. مع الفي سلام.